السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو الخامس من سلسلة تعلم كل ما يخص Microsoft Teams الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن طريقة إرسال الأبحاث إزاي الطالب هيقدر يرسل بحث وزي حضرتك أو الدكتور يعمل فارم عشان يكون يعمل إدارة للبحث بتاعه أو يكون الملفات وصلة بطريقة منصقة فهنيجي برضو على نفس التيم اللي احنا كنا عاملينه قبل كده من التيم ده هنجيب برضو اللي هو الواجبات بفتح هنا الواجبات عندي وبعمل create quiz عشان اعمل نيو فورم جديدة وبضغط بعد كده على نيو فورم تفتح الصفحة بقى بتاعت نيو فورم وهتديني برضو في عندي هنا نموذج جديد وفي برضو اختبار هنا بقى في الاختبار مش لازم تعمل اختبار برضو زي بتاعت البيانات انا ديت برضو حاجة مش امتحان يعني مش محتاج ان انا اعمل شافل للأسئلة اللي انا بديها وشافل للاختيارات والحاجات دي كلها فانا بدغط على نيو فورم نموذج جديد واكتب هنا عنوان مثلا الموضوع ارسال نموذج ارسال الابحاث او المقالات البحسية زي ما حدك تحب تسميها في مادة الوراثة الفين وعشرين مثلا وبدخل هنا عايز تعمل هنا ديسكريبشن ما عايش تعمل وصف للكلام بتاعك زي ما حضرتك تحب نعمل هنا بقى اضافة عشان نبدأ ان اضيف سؤال طب السؤال هنا المجموعة خمس افراد هل الطلبة كلهم هيبعتوا الفايل قطعا لا طالب واحد من المجموعة هم هو اللي هيرفع الفايل بس طبعا ده بالاتفاق مع استاذ المادة او ان ده هيبقى اللي ماسك المجموعة وهو المسئول ان هو يرفع الفايل بتاع البحس بتاعه فبسأل هنا بقى بدي سؤال بدي تكست وقول للطالب ايه هو الايميل الجامعي بتاعك انا بس محتاج الايميل الجامعي وبخليه ريكوائرد وبضيف كمان سؤال لربما يكون مثلا الايميل الجامعي في خطأ ولا حاجة وارد فبنقول مثلا اسم الطالب رباعي اسم الطالب اللي هيبعت طبعا الكلام ده هيبقى كل موجود فين في الورد الطالب كاتب الاسماء بتاعت الطلب لكن دي بيانات تحطها بحيث انك تعرف على طول المجموعة دي بتاعت مين او تحسب عدد المجامعي يعني بضيف هنا سؤال السؤال ده اخليه اخليه الرقم الجامعي ولا عارف ان في طلبة كتير مش عارفين ايه يعني ايه رقم جامعي بنقسين رقم الجلوس كاملا وخليه مثلا رقم يعني اعمل له هنا القيود بتاعته اخليه رقم زي ما هو كده وبرضو ريكوائرد بضيف هنا سؤال بقى عشان الطالب من من ضمن يعني البيانات ان اخلي الطالب يرفع ارفق الرقم القومي او جواز السفر كملف بي دي اف لكل المجموعة البحسية لكل المجموعة البحسية يبقى ممكن نخلي عدد لو عدد المجموعة نخليه مثلا خمس فايلاد ونخلي كل ملف مثلا عشرة ميجا لكل ملف وخليه برضو ريكوائرد وبحدد هنا نوع الملف اللي انا عاوزه وبخليه بي دي اف عشان ما يبعدش اي حاجة تانية باجي بعد كده بعد ما خلصت ادوس على ادنيو وادوس على السهم ده عايز بقى اعمل صفحة جديدة سيكشن جديد فبضيف سيكشن مقطع هنا فاسم الاثنين بقى ده المقطع الاول بتاع البيانات اللي الطالب ههم لها وده المقطع التاني هيدوس نكست ويظهر له المقطع التاني ده بقى اللي هيرفق فيه البحس نفسه طب هطلب منه ايه بطلب اول حاجة هنا بكتب ان دي المقطع ده او السيكشن ده هو بيانات بيانات المقالة البحسية واول سؤال هطلبه الطالب ان هو يكتب عنوان المقالة البحسية البحسية او عنوان البحس هيكتب لي عنوان البحس هنا وخلي عندي اجابة طويلة علشان لو الطالب حابد ان هو فيه حاجة ايه مطلوبة طبعا بعمل كل الكلام ده بيكون وبعد كده ضيف من السه تحميل ملف هقول له الملف ده ايه ارفق المقالة البحسية او البحس بتاعك بي دي اف كملف بي دي اف وبفتح معي ممكن افتحه الواحد جيجا او فيه ملف بي دي اف رسالة يعني عشر وخمسة عشرين ورقة خمسة عشر ورقة هتطلع واحد جيجا مفيش لو فيها صور مش هتعد اصلا فممكن نفتحها نسيبها زي ما هي ونخلي الكلام ده كله ايه وبحدد هنا برضو نوع الملف وخليه بي دي اف كده انا حددت نوع الملف بتاعي بعد كده عايز اخد مثلا الملف وورد ايه المشكلة يعني ده ممكن حد يعملها وممكن محدش يعملها يعني ممكن انا استكفي بالبي دي اف ممكن حد تاني عايز الملف وورد يبقى هنا اقول له ارفق المقالة البحسية كملف وورد تمام ممكن هنا بقى اخليه عدد الملف واحد واخلي برضو المساحة بتاعتي عادي ما فيش مشكلة واعمل هنا نوع الملف واخليه هنا وورد يبقى هنا هيضيف وورد بس كده انا خلصت يعني مثلا الشغل بتاعي هنشوف دلوقتي هيتلح شكله اعمل ازاي تاني من بريفيو الايميل هنا الايميل الجامعي بعد كده هكتب اسم الطالب ربيعي طبعا الرقم الجامعي هنا هيرفق ملف اي ملف مثلا بيدي اف اهو بعد ما يحمل الملف هنا هدوس على نكست عشان يدخلني على الفايل الملف بتاعت مين هنا بيانات المقالة البحسية اول حاجة اكتب عنوان البحس مثلا العبور الوراثي كمثال هيرفق ملف البحس وده طبعا كل حاجة ويديك هنا البيانات دتاعتك فهذا انا احمل ملف اهو حمل معايا لكن لو حملت ملف تاني غير بدي اف مش هيوافق طبعا انا افتح المساحة لغاية واحد جيجة هنا الورد اي حاجة بس اه بتاعت انا كده الورد هعمل بعد كده او ارسال تبدأ تظهر لي هنا رسالة شكرا تم ارسال الرد اه انا محطتش هنا طبعا الرسالة اللي احنا عملناها بالكده نشوف كده مع بعض بقى لما نرجع اعمل باك هنبص طيب على الاستجابات او الريسبونسس عندي واحد استجابة وفي هنا بديك متوسط وقت وقت اللي هو حصل فيه اكمال وده طبعا وقت مسالي واحد وواحد دقيقة واحد وثلاثين ثانية يعني انا مليت الملف ده كله في واحد وواحد وثلاثين ثانية بس فنخليها مثلا ثلاث دقايق اربع دقايق ايه المشكلة هنا اعطاك البيانات كلها كمان لو عايز افتح الملف اكسل او بضغط على فتح الملف اكسل يحط لك بقى بيانات الطلبة كلها هعمل سيف فايل او اوبن ها هنا نعمل اوبن مثلا فتح هنا الملف عندي او اعمل له سيف بلاقي ملف الاكسل قدامي اهو اعطيني البيانات بتاعة الطالب اللي هو سجل هنا وعطاك المقالة البحثية والحاجات دي كلها يبانا معاك هنا الدياتا وكمان معاك الفايلز نفسه بتاع الطلبة فنجيب الفايلز ده منين بقى هروح على مايكروسوفت اوفيس هنا وافتح الوان درايف اللي احنا قلنا عليه الوان درايف هيكون محمل عليه الفايلز كلها اللي موجود عندك اللي حضرتك ايه جاتلك يعني اترسلت نشوف كده فين يبانا هاجي هنا اشوف عايز اطلع الملفات من الوان درايف فنروح على أبس البرامج او التطبيقات اللي انا استخدمتها هلاقي مش هلاقي غير مايكروسوفت فورمز فهتلاقي فيه كل اه درايف انت حضرتك عملته هتلاقي له ايه هتلاقي له فولدر هتخش بقى اللي احنا كنا شغالية عند الوقت بتاع نموذج الابحث هتلاقي فيه السؤال السؤال والسؤال الاول والتاني ده كان بتاع احنا عندنا فيه ثلاث اسئلة كان بتاع الطلبة اللي هو يعني جي فيه هنا هييجي فيه كل البطاقة تمام اللي هو البطاقة بتاعت الرقم القومي اللي بعدها المفروض ييجي فيها البحث ممكن هاداك تغير اسم ده بقى يعني ممكن هنا هتلاقي كل الابحاث بي دي اف الفولدر اللي بعده فيه البحث وورد فممكن انا زي ما انا عايز ممكن اتحكم في ان اعمل رينيم واكتب ان ده مين الرقم القومي مثلا كل بقى الطلبة اللي هيعمله بحث هيجيلك هنا في الرقم القومي هنا ممكن اعمل رينيم تاني هنا اخليه اللي هو رقم واحد اخلي ده البحث بي دي اف مثلا يعني ممكن هاداك تطلب اصلا بي دي اف بس السؤال ده كان ايه بقى السؤال التاني ده كان البحث وورد يعني ممكن هتحكم في الفولدر البحث وورد نسيف يبقى انا كده كل الابحاث بي دي اف هتيجي هنا كل الابحاث الورد هتيجي هنا كل الرقم القومي هيجي في الفايل ده اقدر طبعا خلوهم كلهم في فولدر واحدة خلوهم مجموعة اولى اقدر ان انا اعمل نيو فولدر نيو ملف ابلود وكمان اقدر ان انا اعلم عليهم كلهم مرة واحدة كده وباعمل لهم داولود من هنا يبدأ على طول يحفظهم كفايل ملف مضغوط وتبدأ تعمل تفك الضغط وطلع الملف بتاعك كل الكلام دا انا خلصت بعد ما خلصت الفورم هنروح على الفورم بتاعتي تاني هنروح على الفورم اعرفت ازاي بتعامل مع الكلام دا نيجي مثلا على السيتنج بتاعها بقى الاعدادات هي غالبا بتبقى نفس السيتنج بتاعت البيانات هنا بتبقى طبعا ما بخليش حد يبعت الرابط لحد فبخليه عن طريق المؤسسة بس كان بحصل لنا مشاكل كتير في اللاسروم بسبب الموضوع دا هنا بيسجل اسم تسجيل واحدة لكل شخص يعني كل طالب ما يقدرش يخش على الموضوع دا غير بمرة واحدة هنا عايز تعمل تاريخ للبدء اللي هي طبعا يعني ممكن حضرتها تقول لهم تبلغهم المعاد من غير ما تعمل لهم تاريخ للبدء نعمل تخصيص بس للشكر زي ما ظهرت لقبل كده هقولي هنا ايه تم رفع تم رفع البحث على المنصة بنجاح خلاص الطالب كده اتأكد ان الملف بتاعه انا عايز بعت له ارسال عشان اتطمن ان هي جات له عايز برضو حضراتي تتطمن على الملف بتاعك اه الطلب عمله ولا لا عن طريق البريد ماشي مفيش مشكلة كده هو بيعمل تم الحفظ على طول وهنا الستنج ده ممكن اغير شكله زي ما قلنا قبل كده مش محتاجين نقول تاني خلاص انا دلوقتي كل اللي انا هعمله خلاص انا هنا هاجي على بقى مين على الاسيمنت هنا فبعمل كريات تاني ويه اه يعني ممكن اعمل كويس من هنا هيبدأ افتح الصفحة بتاعتي دي اخر حاجة نموذج ارسال الابحاثة اهو اعمل اختارته وعملتي نكست فهنا كل الحاجات دي بقى جاهزة ممكن هنا بقى اعدل الكلام اللي انا قلت عليه قبل كده ان في عندي تاريخ للنشر وتاريخ للاستقبال وتاريخ للانتهاء الكلام ده هيفيدنا اكتر في الفيديو اللي جاي خلاص انا مش محتاج كل الكلام ده كل اللي انا بعمله بعمل اساين تعيين يبدأ يروح للطلب على طول ويبدأ الطالب يعني اعملت دلوقتي اساين اهو دلوقتي بقى عندك اساين هنا موجود لو انا فتحت البوست اللي هي الصفحة الرئيسية طالب هيشوفه ازاي هيشوف الكلام ده كده موجود عنده الاساين هنا كل اللي هو هيعمله هيضغط على فيو اساين منت طبعا هنا عشان انا مالك الحساب فده طبعا بيديلي فيو لكن الطالب نفسه هيديوله انه يفتح يعمله اوبن على طول فيفتح الاساين منت ويدخل على الاختبار على طول ويرفع الفايلز بتاعته بتاعت البحث وكده نكون خلصنا ازاي نرفع بحث على عن طريق الايميل الجامعي عن طريق الفورمز مايكروسوفت فورمز وان شاء الله اشوفكم في حلقة قادمة عن طريقة الامتحان في مايكروسوفت تينز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دى